غادي نتكلم اليوم على الحاسوب الاهمية ديالو الانواع ديال الحاسوب اللي كينا في السوق لاتمينة ديال الحاسوب وعلاش هاد الحاسوب خص يكون عندك ضروري في البيت تعلمو انت ويتعلموه ولداتك في هاد الوقت اللي كنعيشو فيه دابا هادشي اللي غادي تشوفو في هاد الحلقة ما تنسوناش بايشاب وببرتاج وتعليق في القناة الحاسوب عندو واحد الاهمية مؤخرا كبيرة بزاف في الاستعمالات اليومية ديالنا في ما مشينا مؤخرا كنلقوا الناس خدامة بالحاسوب لا في الادارات العمومية ولا في الشركات ولا في اي مجال مشينا ان لو كتلقى هاد الحاسوب اللي هو جزء لا يتجزأ من استعمالات الشخصية ديال العمال ولا رؤساء ديال الشركات ولا المدرأة ولا المعلمين ولا الاساسي ده واللينا كنهضروا على الذكاء الاصطناعي واللينا كنهضروا على المدرسة الرائدة واللينا كنهضروا على تجارة الالكترونية واللينا كنهضروا على صناعة المحتوى واللينا كنهضروا على البرمجة واللينا كنهضروا على بزاف ديال الحويج اللي متعلقة بهاد الحاسوب يعني هاد الحاسوب خصك تشريه تعلمه انت ويتعلمه ولداتك بالخصوص لان كل شي ولا منبني على هاد الحاسوب لان مؤخرا ولينا كنشوفو الناس كيستعملوا تليفون بورتابل بزاف وهذا تليفون بورتابل اللي هو استعمال دياله محدد وما كيخليش بزاف ديال الحويج تعلمه هاد الشيء لاش خص الحاسوب يكون عندك في البيت ولادك يتعلموا على الاقل كيفاش يخدم الحاسوب كيفاش يكتب في الحاسوب كيفاش يقرأ في الحاسوب كيفاش يتفرج في الحاسوب كيفاش يدير ولا يرسم شي حويج في الحاسوب بطريقة سهلة واللي غادي ترجع في يوم من ما بالنفع عليه ولا على ولداته هاد الشيء اللي بغيت نقدم لكم اليوم هاد الحواسيب موجودة في الاسواق الاتمينة ديالها في المتناول يعني كنسمع الحاسوب كين حواسيب اللي هما بيسي بورتابل وكين اللي هما بيسي ولا بيرو المكتابي بيسي بيروتيك شنو هو الفرق ما بين بيسي بورتابل والبيسي بيروتيك ما كينتشي فرق بيسي بورتابل عندك الحق تهزو وتديه معاك فين ما مشيتي الحاسوب المكتابي يعني كيبقى فيكس ما عندكش فين تديه يعني خستك تقلص حداه وتخدم به هاد الحاسوب اهمية ديالو ولاد كبيرة بزاف خصك توفروا لوليداتك وتحتهم باش يخدموا به ويتعلموا فيه لانه واحد النهار غد يرجع بالنفع عليهم لا في المستقبل العملي ولا في المستقبل الدراسي ولا في المستقبل ديالو الاعمال اليومية ديالو يعني هاد الحاسوب كان صح اي واحد خص يكون عنده الحاسوب في البيت خصو اي واحد يحث اولادو يقرأو به يتعلمو فيه يكتبو فيه اي حاجة اللي كتعلق بالحاسوب خصو يديرها والطرق باش يتعلم الحمدلله موجودة وكتيرة اما عن طريق المدارس اللي كتتعلم هاد الشي ديال الحاسوب وكل ما يتعلق به وكيننخلاص قنوات اليوتيب فيسبوك تيك توك اللي حتى وما كيعلمو كيفاش تخدم بالحاسوب تتعلم صناعة المحتوى البرماجة الرسوم فوتوشوب يعني بزاف ديال الحواج اللي غد يتيح لك هاد البيسي تعلمه هاد الشي علاش كان حتى الناس يشريوا الحاسوب لوليداتهم ولا ليهم ويكون عندو هاد الحاسوب في البيت وتكون عندو ديراية بالحاسوب يعني بالنسبة لأتمينة ما محدوداش الحاسوب كيمشي على حساب الكون في جراسيا يعني كما كنقولو احنا شنو في العقل ديال الحاسوب يعني عقله شنو فيه واش عقله مش هد ولا عاش عقله على قد الحال واش واش لأتمينة في المتناول كين حاسوب اللي تلقاه حتى بسبعمية درهم تمنمية درهم وكين حاسوب اللي غتلقاه مليون مليون ونص حتى تلازات المليون وكين حاسوب اللي يتلقاه بالف درهم الف وخمسمية درهم الفين درهم تلتالاف درهم يعني عذاك الشي على حساب المستطاع ديالك وعلى حساب انت شنو غادي تخدم بداك الحاسوب واي واحد فينا عندو الحاسوب وليش على الحاسوب راما كيشري شي حاسوب مجهد من نهار الاول كيشري حاسوب على قد الحال مني كيبدا يتعلم شوية بشوية كيتطور وكيولي عارف راسو بانه خصو شي حاسوب مجهد على هذا اللي عندو علاش شي حويج اللي غادي يتقدم في الاستخدام ديالو ما غاديش يخدمهم له ذاك الحاسوب باش تعلم يعني يخصو يشري حاسوب مجهد على هادا اللي عندو باش يطور هو من الاستعمال ديالو ويولي خدام به حسن من هادا اللي شرع في الاول اللي اتمينا في المتناول النصيحة اللي نقدم اي واحد بغا شي نصيحة بغا يشري حاسوب عندو شي تساؤل يخليلي تعليق وأنا غادي نقدم له النصائح اللي كنعرف شي واحد بغا يشري حاسوب يخليلي تعليق وأنا نعطيه يعني شنو اللي معروض في الأسواق والأتمينة ديالو شي واحد بغا يتعلم الحاسوب يخليلي تعليق ونتواصل معاه ونديره دروس يومية يتعلموا ولا يتعلموا فيه ولداته يعني هاد الشي اللي بغيت نوشه هاد النصيحة للأولية لأمور ولا للشباب باش يتعلموا يخدموا بالحاسوب ويستغنوا على الهاتف لأن الحاسوب عندو واحد المزايا متعددة واحد الأهمية كبيرة في الحياة اليومية لكل واحد فينا ما تنسو نشوف هاد الحلقاء بإعجاب وبارتاج وتعليق اللي عندو اي تساؤل يخليلي تعليق وغادي نجاوبو بكل ولا غادي نجاوبو بدك شي اللي كنعرف انا ونقدر نزيدو شي حويج اللي ما عارفونش